سلام لبنات كديرين لابس عليكم اموركم باخر انتمنى ان شاء الله يوصلكم هذا الفيديو كما العادة تكونوا باحسن الاحوال يا ربي ويستر لكم ربي اموركم كديرين مع شي برد الله يرحمنا يا ربي احنا عندنا البرد فاس بزاف بزاف الله يرحمنا وليوم اجيت نشارك معكم كما العادة وصفات اقتصادية واهم حاجة هي تكون في المتناول للجامع كما كتشوفوا اليوم اغنوجد معكم اه هي من شلاضة هي مرافقة للطبقة الرئيسي مو ممكن جاء البنات غزالة بزاف واهم حاجة انها كتبقى مدة طويلة وهذه الطريقة هذه البنات انا كنوجدها فاش كنكون عارفة ان الضياف غيجيو عندي مش كنعمر بها الطبالة مهم البنات خديت خيزو دبارة هرخيص خديتو انا غيبجو اجدرها من الكيلو اه خديتو باش ميضاع لي شودك شي كندير هذا الطريقة يعني كتبقى مدة سيمانة شديد خيزو يكون الحجم ديالو شوية كبير البنات تنحيد لي القلب ديالو وكنقطعو طرنشات كماشته متساوين يعني حاولو الديرو الطريفات متساوين وغانا ارضوها البنات يتسلق بالنسبة لي كنخيزو صغير را ممكن تقسموه بلا ما تحيدو لي القلب ديالو وخصوصا انا ديالو الموسكا كيكون شوية حلو كيجي غزال فهالطريقة ارضو البنات يتسلق وغانا وجدو اه شرمولة طريقة اللي شنو كان دير فيه باش كيجي محمد ومشرمن هاي ديالبنات هالطريقة اللي غانشاركها معاكم ديالواليدة اللي طور بفع مرة بخلي لا صحيحة كانت كدير هانا بزاف كاتجي غزالة البنات وخصوصا للضياف اللي كيكونو منتيجو عندكم الضياف كتكونو خصوصا لك ونسيبو احدك باش ما كتتغلبيش انا الصراحة دي مو دونة كنت كان ديرا يعني فاش كنكون عارفة غيجيني شي واحد وباش انا اني ما نتغلبش في الشغول كانو جدش لايد اللي ممكن يبقاو حتى الاسبوع هاي ديالا ما تخافوش منها ما كتضيع موالو تبعو غيش نو خاصتكم تديرو ما كيدعو موالو بالنسبة لبناتها دي الوصفة دي كتبغي المعدنوس غالب على القزبور يعني درت القزبور والمعدنوس تومة لبنات ما تخافوش ما غن ديراش قول لا غن دير غير القياس انا تقريبا عندي كيلو ديال خيزو غنستعمل فيه تقريبا اربعات دراس كبار ديال تومة راه كافيين على حسب الدوق ديال الواحد حيت غن طيبوا يعني راه غن طيب تومة ما ما تبقاش خضرة فالبنات كد جي شرمو لا غزالة غي تبعو ما شيء كنضيفو لها واحد الحويجات اللي كي تيوت تواتو بزاف معا معا خيزو من بعد البنات غن شدد كتومة مع القزبور كيماشتو وغن نديرهم زيان هانتو ما كيماشتو قدرتهم مزيان يعني فرمتهم مزيان وغن حطهم باش غن خلطو باش غنزيدو عافتي البنات راه كيل برد بزاف ويدياره مرادين والله العادم ولكن دروي غسنا لحت فيديويات يدي مرضولي بالبرد مويمة البنات هانت عدرت القزبور المعدنوس قد كومة البنات يكون المعدنوس شوية غالب على القزبور يعني يكون زيد غيشة شوية مويمة البنات غنضيفو شوية ديال الكامون ما نكتروش بزاف شوية ديال كامون وشوية ديال البزار غير عاصل معلقة غين شي شوية ونضيفو لتحميره باش تعطينا اللون جوج معلقات صغر ونضيفو الملحة البنات ما ديروش بزاف ديال الملحة حيث غنهرسو بوحد شوية ديال الحلاوة يعني نص معلقة تقريبا عامره ديال معلقة صغيرة وغنضيفو البنات شوية ديال الزيت البلدية ما نضيفوش زيت الروميه البنات شوية زيت البلدية وهادي معلقة صغيرة ديال القرفة هادا والسر للبنات ديال هادا كي يجي غضيفو معلقة صغيرة عامرة ديال القرفة يلا كنتو درتو كيمية كبيرة ديال اللي اخيزو زيدو جوج معلق ويعني كيبقاه لحصة بالضوء وكان ضيفو شوية ديال زيت البلدية لبناتو تنأكد عليكم كان عود ما ديرو شرومية ديرو زيت البلدية يلا كنتو ما متوفراش عاد نتعملوها حيث كييجيب زيت البلدية مزيان وما كيضيعش يعني يا البناتو كيبقى حتى فايتو اسبوع في تلاجارة ما كيبقى فحالي كتتحمضوه يعني فحالي مرقد في شرمولة من بعد البنات مادرت ديال شرمولة ديالي داروري البنات ما غن نشحرها ما نخليهاش خضره باش توما ما تجيش وفي نفس الوقت هادوك التبزارة كينساجموه مع بعدياتهم انا هنا قلت لكم اضفتغي واحد شوية ديال زيت البلدية وغن ندير شغيمة لبنات هاي ربع كاس صغير ديال لما تمكفش غنش حر غير هادوك التوم مش مبقاش في هادوك الجهد بزاوك تبقى تزغزا هانتو ماشتوها البنات منين غنبقان شغير غي شوية غي تلق الما نخليه مزيانتي تشحر مزيان وهنا البنات كينا فلفلة تايا عندي حي جوش طريقة تقول لكم هنا فلفلة دا جا شوي توراكم عارفين من الاحسن تاخدوها البنات الفلفلة البلدية يعني اللي كيكون الحجم ديالها صغير كتجي غزالة وكتجي لديد انا شوي تف بنين كان مبغين شوي كان شوي فخطراء حيث كتكرفس الكوز ندرت هنا جوش كيلو ديال فلفلة وبحركة جا البنات المهم البنات نكمل معاكم اخيزو هنا ضفت زيت شوية ديال الزيت البلدية وهنا من بعد ما شحرت ما كيبقاش هالبنات اذا كلمة شحروحته ما كيبقاش في هاتي شي حاجة وكان ضيفه على الزيت البلدية تقريبا واحد نص كاس صغير تاربع كاس وغنديرو الحامض هاد الحامض شوية هاد الخضر شوية ما فيه شلمة المهم خاصة البنات تقريبا حامضة ديرو عاصر ديال الحامضة كانت الكيمية ديرو تجوش حامضات يعني هاد الحامض هو اللي كيخليه ما غا يضعش ليكم ما تستعملوش هالبنات الخل ضرور يديرو الحامض من بعدها البنات كنخلطهم مزيان لخالطة ديالنا حنا هنجيب حامضة اخرى هاد الصفر فيه الماء على هادك الخضر اللي يدرت مهم البنات من بعد درت الحامض كنخلطهم زيان حاولوها البنات اللي لا عندكم انا ما عنديش ديال الزياج كبير هدي عندي ديال ديال الزياج كبيرة ولكن الغطاية دياله تهرسات لي نديرو في البلاستيك ولكن من الاحسن اللي عندها زياج تدير في الزياج حسن يعني البنات غا تشدو في حالك غا مقاوندوزو بوحدة بوحدة والبنات خيزو حولو ما تطيبوش بزاف باش مهراش لكم غا بديت تهرس لكم مني غا تبغيو تديرو هاد حيث هو منين كاتر قديرها كيزيد يدخلو يعني كيزيد ايه طيب بهات الشرمولة هادي مويمة البنات هذه الطريقة اللي كان دير معتامدة عندي اه غنكمل الكيلو كامل غن دوز بوحدة بوحدة وضروري تخفوها بالزيت البلدية البنات ومن بعد ما محطتها بهات طريقة هاو ما البنات كيدرت ليها كييجي غزالة البنات جربوا عاتي ذيك القرفة والملوحة معالحلوة معالحلاوة عفوا نمح البنات هناك تزيدو معالقة كبيرة ديال السانيدة معالقة كبيرة وحدة ديال السانيدة وممكن انه ما يديرش سكر ولكن نراه بالسكر هادي الطريقة ديال الوالدين ديالنا يعني اللي طريقة ديال ماما الصحيحة مويمة عالقة انا مكترتش بزاف ديال سانيدة من بعدها البنات تتقو تهزو بهات الطريقة هادي وممكن بلاش حتى تبغيوا عاد تخلطو منين كترجعوا البوطة منين كتخلي والاغدليه تبات تطلق الماء ديك السانيدة ويهبط اللي تحت وكتخلي وكي يجي لبنات غزال كتجي مواتي الملحة الملوحة معالحلاوة معالقرفة كتجي غزالة لبنات كانت مني يعجبكم بصحتكم وراحتكم وهنا البنات هاية فلفلة من بعد ما شويتها ونقيتها من الأحسن البنات مني جو تنقيتها ما تستعملوش ما تستعملوش ما مخسلوها قبل ومنيت شويوها حاولو انكم ما تستعملوش الماء بباش مكترتش من هذه الطيبة ديال الفلفلة شوية هنا البنات نقيتها ممتن ما رادرت تقريبا جوج كيلو سنقطعو بهات الشكل طولي وصراحة للبنات هاية شوية دادرو كي جمواتين في لقيتها البرد يعني ارى ما تحتاجيش مطاشا بزاف حتى انا في البرد مني كنا نقوم بقنا ندير شوية داد مطاشا ما كي ياكلواش ليحيط البرد يعني هادو ممكن مني تحطيهم للناس انك تسخنهم يعني تحطو دافين وفي البرد وعفوا في الصيف كي تحطو باردين هادو البنات مويمة نشارك معاكم هادي انا كنديل في الفلاجوش طورق هادف الفلح الوامنكة تكون موجودة ارى ما ممكن تبقى لك حتى شهر اتشهرين في الجيش انا درت في الفلام قطع طول ودرت غيل مع دنوسة البنات مستعملتش القزبور غيل مع دنوس والتومة على حسب الضوء ديالكم على حسب الكيمية اللي عندكم من بعدها البنات كنضيف شوية ديال الكامون وهنا يعدي اه كاس ديال كاس صغير عامر بالزيت غنستعملوا ربع ديالو باش غنشحره مزيان ومن بعد هاداك شي اللي غيبقى لي غنضيفه في الخار غتشوفوا الطريقة كيفاش هنا البنات فلفلة منيكة ترخص الحارة اه كان دير لها الزيت البلدية يعني اللي عندهم توفر لي ما عندوش زيت البلدية ممكن يدير كله حامض وضروري زيت ملفوق باش ما كتغمالش لنا دريرها طريفة ديال التومة والزيت البلدية وفلفلار قطعها وبطابعة الحل نصف كاس ديال الحامض ونفس الطريقة كندير لها البنات فهد فلفلة هادا هادا فلفلة كتقطعها طرنشات طوال وكتحطيهم فجاج فهد جاج وكتديرو نفس الطريقة زيت البلدية وتحطو دريسة ديال التومة هاكك ونصف كاس ديال الحامض وشوية ديال الملحة وكتوليو في الماكة وكتوليو الناس كتوزو وكترقدوها غير يالبنات خاصة إلاك انت غات بقى مودة طويلة أي حاجة حطوها في الزاج ما تخليواش في البلاستيك مهمة لبنات ضفت الملحة لالسميتو هانتما كما كتشوفو غنشحرها مزيان غيف يذكر بعض ديال الزيت ما غنضيف لها ما لا تشي حاجة حيتي هي كتلق الماديالة غتشحر مزيان البنات واذي كتومة ما تقاش تزغزغ يعني ما تبقاش في هذك الجهد ديالة غنحطوها هنا في ديال الجاج هنا را ما درتش الكيميا ما درتش كيلو كاملة البنات درت غير شي شو يعني اللي غيقبني ديال تلت يام ولا أربع يام اللي غنستعمل باش نبقى نحطاش لاذا واذي ممكن حتى الموضفة اللي خدامين ولا يستعملوها من بعدها البنات ما حطيتها بطابعة الحال حتى تبرد شي شوية وكنضيفو لها الزيت اللي بقى وكنحتاف ضو بها مني كتزيارة كتزي معا شوية ديال زيت يعني كيبقى تغمسي فيه مع المعدنس وذك الشي ممكن تديرها كم باش يدخل الزيت من الجنب وراه ممكن تبقى مدة طويلة على البنات واهم حاجة البنات ما غا تشبعوش منهم كيجو غزالين كيجو فنين وهادو الطريقة ديال الوالدين هادي هادي الطريقة ديالي صراحة لما عمريش شاشي حاجة انا كيتعجبني فلفلة بزاف مع الكامون انا حييت عليا جوج حويجات باش نعمر الطبلة من بعد نقدر ندير غيش لادا ديال البطاطا والباربان زيدا حي تلجو برد بزاف يعني ميمكنيش ندير شي شاش لادا بردا وفي نفس الوقت اقتصاديا هذا هو البنات الشكل النهائي ديال الطبق ديال خيزو ديالنا خلاوة الشمالين جاعدة وكيجي البنات غزال كيما وررتكم وهدي هي فلفلة ديالنا حتى هي هي باقة سخونة كنتمنى هادو الطابق هنا الاطباق بجوج ينا لو الاعجاب ديالكم وسمحوا لي بزاف طولت عليكم والهلا يخطيكم عليا وشكرا بزاف وكنتسنا الدعم ديالكم لهلا يخطيكم عليا اشتركوا في القناة